موسيقى السارة والسادة أهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من برنامجكم بالمنطق ولقاء يتجدد على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر والخبر هذه المرة يتعلق بأمن أحد أهم مسارات التجارة العالمية أمن البحر الأحمر الممر الملاحي الرابط بين الشرق والغرب والمؤثر بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها في سلامة سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع والبضائع المتدولة بين آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط وخلافه أمن البحر الأحمر موضوع لا ينفصل عن أمن الشرق الأوسط لأنه الموقف الحالي فيه يعتبر شكل من أشكال التوسع للحرب في غزة مش بس توسع ده مقدمة لمزيد من التوسع لهذا الصراع اللي ممكن تتفتح فيه جبهات عديدة على اتجاهات عديدة ومع أطراف متنوعة ما لم تتوقف الحرب في غزة اللي احنا شايفينها كارثة بكل المقاييس لكنها في الحقيقة بذرة صغيرة لكارثة أكبر بكتير جدا وهي البشار بتهل بتهديد الملاحة في البحر الأحمر والحلقة دي عن طبيعة هذا التهديد وتأثيراته والتبعات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية المترتبة عليه والسؤال الأول فيها هو ليه العالم أصلا يهتم بحماية البحر الأحمر؟ عناوين الأخبار في كل النشرات العالمية كان الخبر الرئيسي فيها لأيام الماضية عن الضربات اللي تم تنفذها ضد الحوثيين في اليمن بهدف ردعهم عن مهاجمة السفن والنقلات ومنعهم من التمادي في التعامل مع الممر المائي المهم في التجارة العالمية بطريقة استعراض العضلات خاصة بعد أن تسببت حجمتهم في زيادة تكلفة النقل جراء ارتفاع قيمة تأمين السفن من جانب شركات التأمين العالمية أو نتيجة للتحول إلى مصارات ملاحية أكثر أمنا لكنها في الوقت نفسه أكثر تكلفة مؤخرا كان السؤال اللي بيشغل بالكثيرين عن سر ما يحدث في المنطقة ولماذا البحر الأحمر وباب المندب ومنطقة بحر العرب بقت يعني مرحلة وصلت لمرحلة مقلقة ولماذا تحرس كل الدول والقوة أن يكون لها موطق قدم ومناطق نفوذة عسكرية وسياسية في هذا الحيز الجغرافي وليه لما بتحصل عمليات قرصنة أو احتجاز أو منع مرور لبعض السفن التجارية في البحر الأحمر يكون الرد مباشر وعسكري من أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا أي اقتراب من هذه المنطقة تجد دائما رد سريع ورادع لما كانت القرصنة نشطة قبالة السواحل الصومالية أوروبا كلها شكلت قوة تدخل بحرية ووجهة القرصنة بمنتهى الصرامة وده موضوع استمر سنوات شقة ومكلفة جدا ليه القوى الكبرى تعمل كده؟ شوف علشان نجاوب على هذا السؤال لازم أولا نبص على الخريطة ولما نبص على الخريطة هنلاقي أنه فيه تمن دول بتطلع على البحر الأحمر هما اليمن والسعودية من جهة الشرق الأردن وفلسطين المحتلة من ناحية الشمال ومصر والسودان وإريتريا وجيبوتي من ناحية الغرب يبقى أول نقطة هي أنه أمن البحر الأحمر مرتبط بالأمن المباشر لتمن دول كلها أطراف في هذه المعادلة الأمنية وبنظرة سريعة هتلاحظ برضو أنه البحر الأحمر عبارة عن شريان مرور ربنا خلقوا علشان يبقى نقطة استراتيجية فريدة في العالم كله سرة الكوكب لأنه بيقع بين القرارات التلاتة أسيا وأفريقيا وأوروبا وبيصل ما بين المحيط الهندي وبحر العرب جنوبا وما بين البحر المتوسط في الشمال تبقى النقطة التانية أنه ممر ملاحي حيوي رابط بين الكتل الاقتصادية الأكبر والأهم والأكثر نشاطا في العالم كله البحر ده له بوابتين تحت هنا في الجنوب باب المندب وفوق في الشمال قناة السويس دي المدخل الشمالي للبحر الأحمر ونقطة التقاءه بالبحر المتوسط والمرور في البحر الأحمر هو خط الملاحة الأقصر والأقل تكلفة بين شرق أسيا وشمال أفريقيا وأوروبا واحد من أكثر الطرق التجارية حيوية في العالم كله بتمر عبر مليارات الدولارات من السلع والإمدادات المتدولة كل يوم وأضف على ذلك كمان أنه معظم الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي دول غنية بالنفط والغاز والدول الكبرى يهمها جدا حماية تدفق الطاقة وتأمين وصولها إليها مش بس كده البحر الأحمر ممر استراتيجي كمان لحركة الأساطير الحربية بين المتوسط والمحيط الهندي وأفريقيا وصولا إلى الصين واليابان والمحيط الهادئ علشان كده كان قرار عدد كبير من الدول أن يكون لهم قواعد عسكرية تحمي مصالحهم في هذه المنطقة يعني في قواعد دول زي إسبانيا وزي اليابان والصين وتركيا وقبلهم طبعا القواعد الأمريكية والفرنسية ولما بدأت الحرب في اليمن في 2014 والحسيين صعدوا من هجمتهم ضد سفن التحالف العربي في البحر الأحمر وارتفع مستوى التهديد الأمني فيه وكان فيه ألغام بحرية وتهديدات بهجمات باللنشاة المفخخة لكنها كانت كلها في إطار التهديدات وكانت بعيدة عن المصالح العالمية لكن مع استمرار الحرب وارتفاع درجة التهديد قررت القوى الدولية أنها تأسس قوة المهام المشتركة 153 الدولية الكلام ده كان سنة 2022 والهدف من تشكيل هذه القوة هو تأمين الملاحة وطرق التجارة الدولية اللي بتعبر البحر الأحمر خصوصا من مدخل الجنوبي من باب المندب وهو ده نفس اللي حصل في ديسمبر اللي فات لما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة متعددة الجنسيات من دول عدة باسم حارس الازدهار هدف هذه القوة هو ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وبعدها كانت الضربات الجوية والبحرية فجر الجمعة اللي فاتت ضد 60 هدف في 12 موقع للحوثيين في اليمن هذه الضربات شنتها القوات الأمريكية بالتعاون مع حلفتها الأولى بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا وده بعد صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيدعو فيه الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرق للتجارة العالمية وحرية الملاحة وكذلك السلام الإقليمي القرار ده الولايات المتحدة تعاملت معه باعتباره غطاء سياسي سمح عليها باتخاذ قرار توجيه الضربات العسكرية خصوصا أن الحوثيين كانوا قد شنوا واحدة من أكبر الهجمات في البحر الأحمر يوم الثلاثاء التاسع من يناير والقيادة المركزية الأمريكية قالت وقتها أنه 3 مدمرات أمريكية إلى جانب طائرات أمريكية من طراز F-18 وسفينة حربية بريطانية باريجة أسقطوا 18 طائرة مسايرة وعدة صواريخ أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن هذه العملية كانت خلت الرئيس الأمريكي جو بايدن يمنح الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الضربات واللي استهدفت العاصمة صنعاء ومدن الحديدة وصعدة وحجة وذمار وتعز بواقع 60 هدف في 16 موقع مختلفين يعني في محافظة تعز تم استهداف المعسكرات الموجودة في محيط المطار مطار تعز خصوصا معسكر الجند ومعسكر لواء المشاء الثاني والعشرين في العاصمة صنعاء تم استهداف قاعدة الدليمي الجوية قرب مطار صنعاء بجانب منطقة فجة عطان ومعسكر اللواء الثامن وفي محافظة حجة تم استهداف محيط مطار عبس وفي محافظة الحديدة تم قصف معسكر القوات البحرية بمنطقة الكثيب ومحيط مطار الحديدة وفي شرق محافظة صعدة تم استهداف معسكر كهلان العسكري بجانب عدد من المواقع المختلفة في محافظة ذمار وعلى الرغم من صدور بيئان مشترك من حكومات أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك والمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن هذه الضربات الصاروخية والجوية وحديث القيادة المركزية الأمريكية عن تقديم كل من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين دعما مباشرا لهذه الضربات إلا أن الثقل الكل للعمليات العسكرية كان منصب على بريطانيا والولايات المتحدة تقول المعلومات أن القوات الجوية البريطانية شاركت بأربع مقاتلات من تراز يوروفايتر تايفون ونفذت عملياتها انطلاقا من قاعدة جوية بريطانية في قبرص واستهدفت مواقع في محافظتي صعدة وحجة خاصة مطار عبس اللي لندن قالت أنه موقع لإطلاق المسايرات والصواريخ نحو البحر الأحمر في حين أن القوات الأمريكية شاركت بـ 22 مقاتلة أمريكية من تراز F-18 هذه الطائرات أقلعت من حاملة الطائرات الأمريكية عيزنهاور مدعومة بطائرات الإنذار المبكر E2C نحو أهدفها في الحديدة وصنعاء وتعز وذمار الضربات دي ركزت على هدفين الهدف الأول هو إفقاد الحوثيين جزء من وسائل الإنذار المبكر والاستطلاع المتمثلة في الرادارات ومنظومات الرصد الهدف الثاني هو الترسانة التسليحية للجانب الحوثي المتمثل في وسائل الرد بالصواريخ والطائرات بدون طيار ومواقع الإطلاق لتقليل فرص الرد قدر الإمكان هذه الضربات تعتبر أول ضربات عسكرية أمريكية معلنة في اليمن منذ مقتل قاسل الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في يناير 2020 وكمان هي أول ضربات عسكرية أمريكية مباشرة ضد الحوثيين منذ الهجوم بالصواريخ الجوالة على ثلاثة مواقع رادار يمنية في 13 أكتوبر 2016 لو بصينا على ردود الأفعال الدولية وردود الفاعلين في المشهد الإقليمي على هذه التطورات هنلاقي أنه ردود الأفعال طرح واحد ما بين الدعم المباشر لهذه العجمات وبين يعني السكوت عنها وبين رفضها فضلا عن تحفظ دول زي الصين والسعودية والأردن على حالة التوتر بشكل عام يعني على مستوى الدعم أعلنت اليابان وأستراليا وفرنسا والدنمارك وألمانيا وبريطانيا والأولايات المتحدة بالتأكيد عن دعمها لهذه الهجمات محملين الحوثيين مسؤولية هذا التصايد وفي المقابل أعربت روسيا اللي دعت لجلسة لمجلس الأمن بهذا الخصوص وإيران والعراق عن إدانتهم لهذه الهجمات الدولة المصرية أعربت عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية اللي تم توجهها لعدد من المناطق داخل اليمن وجهت دعوة لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر الخارجية المصرية قالت أن مصر بتعتبر التطورات الخطيرة والمتسارعة اللي بتشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشر واضح على ما سبق أن حذرت منه القاهرة مرارا وتكرارا من مخاطر اتساع رقاط الصراع في المنطقة نتيجة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مصر جددت التأكيد على حتمية التوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين صوت مصر دائما هو الصوت العاقل حتى في أشد درجات التوتر الدولي والسياسة المصرية دائما لديها بعض نظر لو استمع إليه الآخرون لتجنبوا الكثير من المشاكل والقلق بعد الفاصل ماذا بعد توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن سؤال الساعة دلوقتي هل الدربات التي واجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا ستكون فعلا رادعة ومانعة للحوثيين وهل هتقدر تشل قدرتهم على عرقلة الملاحة في البحر الأحمر والإجابة بالتأكيد لا المعلومات التي خرجت لحد دلوقتي بتقول أن هذه الضربات لم تؤثر في القدرات العسكرية للحوثي بشكل نوعي أو عميق بل أن هناك أخبار نشرتها صحيفة وول ستريت جورنل بتقول أن الولايات المتحدة أبلغت الحوثيين قبل تنفيذ الضربات الجوية على مواقع لهم في اليمن وقال مسؤول دفاع أمريكي ومصدر مقرب من الحوثيين للصحيفة الأمريكية أن جماعة الحوثي قامت بالفعل قبل الضربة بنقل بعض الأسلحة والمعدات المهمة ونقلت منصات الصوريخ الباليستية المتنقلة إلى مخابق في مدينة صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية طيب طالما الضربات لم تؤثر بشكل نوعي على قدرات الحوثيين كان إيه الهدف منها في الأول؟ في اعتقادي أن الضربات الأمريكية والبريطانية تحذيرية أكتر من كونها فارقة فعليا في شل قدرة الحوثيين في نفس التوقيت تمثل رسالة ردع لمنع تفاقم الهجمات على السفن العابرة بالبحر الأحمر رسالة أنه قذائف البوارج الأمريكية وطائرات الـ F-18 قادرة على الوصول إلى مركز التهديد في البحر الأحمر وأنه نطاق ومستوى الضربات بعد كده هيرتفع تبعا للاستجابة بتاعة الحوثيين ليه بقول أن دي رسالة تحذير؟ لأنه حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في حرب شاملة في اليمن أو أنها حتى تبقى طرف فيها ولكن في مرحلة لاحقة قد لا تجد واشنطن أمامها إلا خيار الدخول في مواجهة شاملة هناك وهنا الحوثيين أمامهم خيارين إما أنهم يستوعبوا الرسالة ويتوقفوا عن الرد والتصعيد ويكتفوا بالخطب الرنانة وهي كافية في مثل هذه الصراعات ومثل هذه الأوقات ووقتها هيكشف نفسه بأنه ظاهرة صوتية فرقيعة وهيخسر الصورة اللي كان بيبنيها لنفسه وبالتحديد خارج اليمن خصوصا فيما يتعلق بالبروباجندا الخاصة بمسألة دعم غزة أما في حالة ما لم يرتجع وقام بالتصعيد فهو بيجازف بردود عسكرية تنقل المعادلة من مرحلة التهديد إلى مرحلة الردع إلى الحرب الشاملة طبعا بالتأكيد ورغم أني أستبعد هذا الخيار اللي هو خيار التصعيد من جانب الحوثيين لأنه مش قرار الحوثي منفردا ده هيبقى قرار إيران واللي بعتقد أنه إيران حاليا مش هتدخل في صراع دولي في منطقة البحر الأحمر ولكن لو افترضنا جدلا أنه جماعة الحوثي سترد على هذه الضربات وستتجه للتصعيد ماذا يمكن أن تفعل؟ إيه سيناريوهات هذا التصعيد؟ ممكن الحوثيين يلجأوا إلى تكتيف عمليات استهداف السفن المدنية العابرة لمضيق باب المندب علشان هم كمان يرسلوا رسالة بأنهم لن يتراجعوا عن موقفهم وأنهم بيمتلكوا القدرات الصروقية واللوجستية وقدرات العسكرية اللازمة للقيام بهذه العمليات ممكن يحاولوا تنفيذ هجوم على إحدى القطع البحرية الحربية اللي شاركت في الضربات على اليمن سواء عبر مسيرات بحرية أو صواريخ باليستية مضادة للسفن السيناريو الأصعب بقى هو توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط من خلال توجيه الحسيين ضربات صاروخية ضد إسرائيل مباشرة أو ضد بعض الدول اللي بيعتبر الحسيين أنهم شاركوا في الضربات الأمريكية على اليمن سواء عبر السماح بعبور الطائرات لأجواءها أو عبر الوجود البحري ضمن عملية حارس الازدهار أو يتطور الموقف أكتر ويتم توجيه ضربات ضد القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة طبعا ده الخط الأحمر خط النار لأنه وقتها هتبقى إيران اتخذت بالفعل قرار المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وده طبعا سيناريو لن يحدث على الأقل في الوقت الحالي صحيح الحسيين هيردوا على هذه الدربات ده شيء مؤكد ولكن مستوى هذا الرد هيبقى يعني المستوى الذي يحفظ ماء الوجه أمام الجمهور اللي بيتعاطى طبعا الدعايات اللي بيقدموه ومش بعيد كمان يكون فيه وسيط ينقل رسالة من الحسيين إلى الولايات المتحدة يقول على موعد ومكان الاستهداف المحدود اللي هيحصل يعني زي ما جات قبل كده من هنا تيجي من ناحية تانية وزي ما حصل قبل كده في أعقاب اغتيال قاسم سليماني المسؤول الإيراني رفيع وقتها أكد الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي السابق أن بلاده طلقت رسالة شفاهية من إيران مفادها أن رد فعلها على الاغتيال بدأ أو على وشك البدأ وأنها ستستهدف فقط مواقع القوات الأمريكية في العراق يعني هو رد هدفه أنه هو يعمل ما يكفي من البروباجندا للاستهلاك المحالي للاستهلاك الداخلي ولكن فعليا ما بين الطرفين اللي بيتضاربوا أو بيتنطحوا مع بعض لا بيبقوا متفقين على المعاد وعلى المكان وده معناه أنه إيران اعتمدت على العراق لإبلاغ الولايات المتحدة بردها على اغتيال سليماني من أجل تخفيف الأضرار وتجنب نشوب حرب أكبر في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية إيران عايزة توصل رسالة بأنها مضطرة بشكل ما للثقر من اغتيال مسؤول كبير بحجم سليماني وعايزة تعمل رد رمزي من أجل تجنب نشوب تصعيد خارج السيطرة ويبدو كمان أن الولايات المتحدة تفهمت وقتها هذا الموقف من أجل أنه يبقى فيه يوما ما ووقتا ما مصلحة متبادلة للطرفين إيران عايزة أقوله أن رئيس بايدن لن يغامر بالدخول في حرب في المنطقة وهو على أبواب الانتخابات صعبة جدا فكرة الدخول في حرب جديدة ليست مستساغة بالنسبة للناخب الأمريكي في هذا التوقيت ولا في أي توقيت تقريبا جماعة الحوثي تدرك جيدا أنها لن تصمد إطلاقا أمام هجوم شامل من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتدرك أن ما تفعله لن يجدي مع القوى الغاشمة التي قد تتعرض لها إذا استمرت في عرقلة الملاحة في البحر الأحمر بعد الفاصل سنتحدث عن حجم الخسائر الاقتصادية للاستهداف والقرصنة البحرية في البحر الأحمر طالما نتكلم عن مشاكل تتعلق بسلامة الملاحة وأزمات مرتبطة باحتجاز السفن ومنع مرورها فده هيخدنا للحديث عن الفاتورة الاقتصادية والخسائر التي يتعرض لها العالم نتيجة لهذا النشاط الإجرامي اللي بيبدأ من عمليات السرقة والقرصنة واحتجاز السفن واختطاف طواقمها وطلب الفدية وصولا إلى العمليات الإرهابية أو الإرهاب البحري دعونا بس في البداية نقول أن القرصنة البحرية نشاط إجرامي لعناصر خارجة على القانون وهذا النشاط تتم ممارسته منذ سنوات كثيرة جدا قبل الميلاد من يوم اختروا السفن وهناك قرصنة يعني هتلاقي مثلا أن الإمبراطورية الرومانية كانت تستعين بقائد بحري يعمل على تحاري المعلومات الخاصة بالقرصنة والقضاء عليهم وكانت القرصنة في الأساطير الإغريقية تعامل كمهنة معترف بيها زي هذا الصيد الأسماك أو الحيوانات وارتبطت بشكل وثيق مع تجارة العبيد أما عمليات القرصنة القديمة الحديثة اللي بيرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر وما بعده كما تنوات القصص والكتب والأفلام الروائية والتاريخية هذه العمليات تواكب نشاطها مع ازدهار التجارة البحرية كل ما كانت تزيد التجارة البحرية كل ما تزيد عمليات القرصنة خصوصا وأن القرصنة في بعض الأوقات كانوا مدعمين بالسلطات الرسمية تضفي على غارتهم صفة الشرعية يعني كان في بعض الحكام بعض الملوك وبعض الدول كانوا بيستقطبوا كبار القرصنة وبيهدوهم الأسلحة والأموال مقابل قيامهم بتوفير الحماية لهم ولسفنهم وده كان بيبقى اتفاق رسمي ومكتوب في وثيقة تعرف باسم خطاب الضمان والاعتماد من الأمثلة الشهيرة للقرصنة هنري مورجن اللي أنعمت عليه ملكة بريطانيا بلقب سير وعينته حاكما لجامايكا نتيجة أو بعد تعاونه مع بريطانيا ومحاربته سفن أعداءها الاسبان لتصبح جامايكا بعد كده ملجأ للقرصنة وقاعدة رئيسية لهجماتهم أعلنة مملكة للقرصنة فعلا واستمر الحال على كده حتى وضع إعلام بريس لحقوق الملاحة البحرية سنة 1856 واللي أفقد القرصنة صفة الشرعية ولكن دلوقتي القرصنة بقوا بيستخدموا الأسلحة المتطورة والأجهزة المعقدة لشان نغارتهم وبقوا أكثر قدرة على العمل من خلال القوارب السريعة المسلحة بالرشاشات الآلية والقذائف المضادة للمدرعات دلوقتي تتطور الأمر أنه بقى فيه جماعات زي جماعة الحوثي تستخدم الطائرات في السيطرة على السفن واحتجازها نرجع بقى للسؤال المهم وهو إيه الآثار الاقتصادية للقرصنة أو للإرهاب البحري علشان تعرف حجم هذه الخسائر لازم تكون مدرك لحقيقة أنه أكتر من ثلاث تربع تجارة العالم بيتم نقلها بحرا وبالتالي النقل البحري في العموم مصدر لا يستهان به من مصادر الدخل القومي لأي بلد ومؤثر أساسي رئيسي في ميزان المدفوعات لأي دولة النقل البحري هو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية واللي بيرتبط ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة والعولمة وحرية التجارة وعلشان النقل البحري منظومة متكاملة من التكتلات الاقتصادية كان ليه أهمية خاصة جدا عند الدول العظمة ولطول الوقت حريصة على أنها تأمن هذه التجارة العالمية المنقولة بحرا خصوصا في المضايق المائية لأنه دي الأماكن اللي يمكن استغلالها في أعمال القرصنة والإرهاب البحري ومن أهم هذه المضايق المائية في العالم كله مضيق ملاكة، مضيق البسفور، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق ورأس الرجاء الصالح ورأس ماجلان ولو كلمنا تحديدا عن باب المندب فاحنا بنتكلم عن أهم المضايق البحرية المرتبطة بتأمين صادرات النفط إلى قرات العالم لأنه تحديد ممرات الملاحة البحرية من الخليج الذي يمر عبره أكثر من 40% من نفط العالم يمثل تهديد مباشر للاقتصاد العالمي وفي حالة انحرف السفن عن خط سرها الاعتيادي لاتخاذ مسارات بعيدة عن مناطق القرصنة يترتب عليها زيادة في استهلاك الوقود زيادة في التكاليف العموم، زيادة في تكاليف النقل هديك مثال لو فينا قلة نفط تتجه من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من المسار المعتاد عبر قناة السويس ده هيحتاج زيادة في الوقود بقيمة مليون دولار سنويا ضيف على ده تأخر وصول الشاحنات أو بالتالي الشحنات إلى مستلميها يعني هندفع كمان تعويضات نتيجة للتأخير في تسليم البضائع وهندفع كمان زيادة في أقصة التأمين لأنك هتسافر لمدة أطول وهكذا كل دي فاتورة يدفعها الاقتصاد العالمي في حالة وجود مخاطر في هذه المنطقة أو في أي منطقة أخرى تمثل تهديدا لحرية النقل والتجارة البحرية آخر تقرير للمكتب الدولي للنقل البحري قال أنه ظاهرة القرصانة البحرية ارتفعت بنسبة 10% وهي أكبر نسبة منذ عام 2003 وتم تسجيل 263 هجوم على السفن في عرض البحر حول العالم ونتيجة للتهديدات التي تحصل في مياه البحر الأحمر تضعفت تكلفة الشحن ثلاث مرات وده هينعكس بكل تأكيد على التجارة الدولية وعلى الاقتصاد العالمي وعلى الأسعار وبحسب تقرير صحيفة Financial Times فإن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بدأت في رفع الرسوم على السفن والناقلات المرة في المنطقة ووفق التقديرات فقد قفزت هذه الرسوم الإضافية بمقدار من 10 إلى 15 مرة 15 ضعف في الأشهر الأخير ونقلت الصحيفة في تقريرها عن بعض المصادر في قطاع النقل البحري إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضا بأسعار أعلى بكثير ودفعت إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة زي لبنان والأردن وذكر التقرير أن شركات التأمين منكشفة على السوق الإسرائيلية بحوالي 10 مليار دولار على الأقل على قد الواقع هناك تكاليف إضافية ضخمة تتحملها سفن الشحن والناقلات العملاقة وبالتأكيد المستهلك في النهاية والاقتصاد هو من يدفع الثمن حيث يتم تحميل التكلفة المضاعفة للشحن البحرية والتأمين وفارق أسعار الطاقة وخلافه على أسعار السلع والبضائع التي تحملها سفن وهذا يعني عودة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمر الذي يعقد من مهمة البنوك المركزية في العالم كله تلك البنوك التي حاولت كبح جماح معدلات التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة في العامين الماضيين ثم توقفت عن هذه السياسة سياسة رفع أسعار الفائدة بنهاية العام الماضي تزامنا مع بعض الاعتدال في معدلات التضخم هذه البنوك الآن أمامها تحدي كبير حيث كانت التوقعات تسير في اتجاه وظهرت الهجامات الحوثية فغيرت الاتجاه وغيرت الترتيبات ولكن الواضح أن البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الآن ستنتظر حتى ترى التأثير الكامل للطرابات التجارة الدولية على الأسعار في ضوء ارتفاع التكلفة نتيجة لعرقلة الملاحة في البحر الأحمر لكي تحدد خطواتها القادمة بعد الفاصل هنتكلم عن أمن الطاقة وارتباطه بأمن المضايق المائية وإحنا بنتكلم عن حماية الملاحة الدولية وتأمين المضايق والممرات الملاحية في العالم دايما هنلاقي أنه فيه عنصر رئيسي في هذه المسألة وهو أمن الطاقة العالمية تأمين إمدادات الطاقة والبترول ده المورد يعتبر المورد الأهم للدول الكبرى لأنه أمن الطاقة بقى مكون رئيسي وركني أساسي من مكونات الأمن القومي لأي دولة من دول العالم مش الكبرى بس وأصبحت حماية أمن الطاقة مسألة لا تقل أهمية عن حماية أراضيها ضد أي عدوان خارجي وده اللي دفع الدول الكبرى إلى وضع استراتيجيات واضحة لتحقيق أمن الطاقة وأيضا دفع العديد من دول العالم إلى الصراع والتنافس من أجل السيطرة على الحصة الأكبر من مورد الطاقة والبترول والتحكم في منابعه والسيطرة على مراكز إمداداته ومراكز الإمداد هنا مرتبطة بالنقل البحري وتحديدا المضايق البحرية اللي بتعتبر من أهم النقاط الحساسة في تمرير النفط والغاز المسال من مراكز الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وفي حالة تعرض هذه الممرات لاختناقات أو إغلاق فإن أسواق الطاقة ستصاب بأزمة إمدادات تؤثر على أسعارها ومشتوى مخزونات النفط والطاقة الاستراتيجية في الدول الصناعية الكبرى واللي بتعتمد بصورة كبيرة على مصادر الوقود الأحفوري وبالتالي أمن الممرات البحرية مسألة حيوية واستراتيجية بالنسبة للإحتياط العالمي من النفط والغاز لأن النفط الخام المنتج والمصدر بيتجه يوميا من خلال هذه الممرات والمضايق عبره أو على ظهر نقلات النفط العملاقة كلام اللي بقوله ده معناه إيه؟ معناه أنه عملية تهديد أو إغلاق أو إعاقة السير العادي للملاحة في مضيق ما تعتبر مشكلة استراتيجية مشكلة هتنعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة وعلى الاقتصاد العالمي اللي لسه لحد دلوقتي لم يتعافى من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكارسة كوفيد ولو إحنا بنتكلم تحديدا عن نفط منطقة الشرق الأوسط فهو بيعبر إلى الأسواق العالمية من خلال مضيقين أو بيخرج من مخرجين مضيق هرمز ومضيق باب المندب مضيق هرمز هو الباب له عبور حوالي 40% من النفط المنقول بحران على مستوى العالم كله وده بتعتمد عليه اليابان في وصول ما يقارب 86% من حاجاتها النفطية وكذلك كوريا الجنوبية والهند والصين بنسبة حوالي 75% من احتياجاتهم بينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية عليه في وصول ما يقرب من حوالي 25% مضيق باب المندب البالغ عرضه حوالي 30 كيلومتر فقط ده الممر الحيوي لصدرات النفط إلى القارة الأوروبية والالتجارة الدولية بيعبر من خلاله حوالي 4.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا وطبعا مضيق هرمز بتمر منه صدرات نفطية أكبر من دول الخليج العربي علشان كده الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إبقاء وجود عسكري مكثف لها في منطقة الخليج لحماية المضيق من أي تهديدات محتملة وبالمناسبة هذا المضيق لم يغلق حتى في خضم حرب النقلات اللي دارت ما بين العراق وإيران سنة 1984 وكانوا الاثنين بيستهدفوا نقلات النفط التابعة لبعضهم البعض بشكل متكرر ولم يحدث أيضا ذلك مؤخرا عندما كثفت طهران عمليات استيلاء ومضيقة للسفن الشحن التجاري لأنه عايزة أقوله أن قضية أمن إمدادات الطاقة هي إحدى أهم محاددات السياسة الخارجية والدفاعية للدول خصوصا القوى الكبرى والدول ذات الاقتصاديات الصعيدة وأمن المضايق البحرية بينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة وكمان على معدلات التضخم لأن السفن اللي بتمر من هذه المضايق مش بس سفن بترول في سفن كثيرة بتنقل سلعة غذائية بتنقل سلعة تكنولوجية سلعة كهربائية وخلافه اللي هي سفن الحويات وبالتالي ستواجه سلاسل التوريد العالمية الطراب شديد نتيجة لتحويل بعض شركات الشحن رحلتها بعيدا عن البحر الأحمر وهيرتفع بكل تأكيد تكلفة شحن البضائع في البحر الأحمر وده معناه ارتفاع جديد في التضخم على مستوى العالم وارتفاع في الأسعار ومن هنا كانت طبيعي جدا أننا نشوف هذا الاهتمام الدولي الكبير بما يحدث في منطقة باب المندب لدرجة أنه البعض بيتحدث عن مفهوم عسكرة البحر الأحمر وتعزيز الحضور البحري للدول الكبرى المتنافسة في المنطقة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا مع بدء عملية عصفة الحزم واستمرار إطلاق الصوريخ الباليستية على العاصمة السعودية الرياض أصيب العالم بحالة من الذهول الناس تسألوا كل المراقبين وحتى الجمهور العادي تسألوا عن مصدر هذه القوى العسكرية جابوا الحاجة الدمنين فيما بعد وممناسبة الذكرى الثالثة لتدخل التحالف العربي يوم 25 مارس 2018 تحدث زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب تلفزيوني وقال قادمونا في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل الحماية وبطائراتنا المسيارة التي تصل إلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق لمؤسساتنا العسكرية الخطاب كان صادم والصواريخ كانت صادمة أكتر الكل يسأل عن التسليح من أين تحصل جماعة الحوثي على السلاح السؤال كان يشبه ما تردد عند لحظة إنزال مقاتل الحوثي من طائرات الهليكوبتر على ظهر السفينة اللي تم احتجازها ولكن قبل الحديث عن التسليح علينا أن نتحدث عن الحوثيين نفسهم جماعة دول بيتبعوا المذهب الزيدي الشيعي القريب فقهيا من السنة الحقيقة وبيطلق عليهم هذا الاسم بسبب زعيمهم الروحي الراحل بدر الدين حوثي ونجله حسين الحوثي اللي قتل فيه 2004 خلال معارك مع القوات اليمنية اسمهم الرسمي جماعة أنصار الله وظهروا في البداية من خلال كيان تم تأسيسه سنة 1992 تحت اسم حركة الشباب المؤمن اللي انطلق كتجمع سياسي يندد بتهميش الزيديين اللي بيشكلوا تلت سكان اليمن تقريبا وأقاموا علاقات وتحالفات مع عدد من القبائل شكلت فيما بعد حشد قبلي في شمال اليمن لم يكتفوا بهذا الحشد القبلي بل تحركوا في اتجاه المجتمع المدني اليمني وشاركوا بشكل فعال في حركة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في 2011 ثم تحالفوا مجددا مع علي عبدالله صالح في 2014 ثم انقلبوا عليه في نهاية 2017 وقتلوه بعد اتهاموا بخينتهم قبائل اليمن يعني كلنا عارفين هي ناس مسلحين تقليديا ده عرف وثقافة عندهم ولكن الحوثيين عندهم ما هو اكثر من التسليح التقليدي مش مسألة بنادق لان هما دلوقتي بقت عندهم قدرات تسليحية ضخمة تشمل دبابات وصواريخ باليستية هي نفس الصواريخ اللي اطلقوا منها العشرات باتجاه السعودية وعندهم ترسانة من الالغام بيزرعوها بكثافة في محيط المناطق اللي بيسيطروا عليها منذ ان بدأوا في 2014 حملتهم من الشمال باتجاه الصنعاء والمناطق الجنوبية لكن من اين حصلوا على الصواريخ الباليستية وعلى الدبابات وعلى الطائرات المسيرة؟ الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية يوم 21 ستمبر 2014 قاموا بالاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية بما فيها التحكم في جزء كبير من قوات الجيش والاسلحة والذخيرة والمنظومة الصاروخية الباليستية ومع قيامهم باغتيال حليفهم السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017 استولوا على المزيد من الاسلحة اللي كانوا عارفين اماكنها وعارفين امكانياتها خصوصا وانهم خاضوا حروب طويلة مع نظام علي عبدالله صالح وتمكنوا من امتلاك اسلحة ثقيلة غنموها من المعارك ضده واخرى وصلتهم كمدد من الحليف الخارجي ورغم تأكيد قوات التحالف العربي على استهدافها للترسانة العسكرية اللي بيملكها الحوثيين حاليا من خلال ضرب مخازن الاسلحة في جبهات القتال ولكن جماعات الحوثيين ظلت تتظاهر دائما بقواتها العسكرية واعلنت في اكتر من مناسبة عن استمرار امتلاكها لمختلف انواع الاسلحة وانها كمان بتطورها محليا وبتصنعها دلوقتي والحقيقة ان موضوع تطوير الاسلحة ده موضوع شائق جدا كثير من ابناء اليمن المحسوبين على حزب المؤتمر تحدثوا ونبهوا لخطورة وصول عناصر من خارج اليمن محسوبين على دول اخرى وانهم اللي بيشتغلوا على تطوير الاسلحة والتدريب عليها خصوصا الطائرات المسايرة لانه في منتصف فبراير 2017 اعلن الحوثيين عن امتلاكهم لطائرات مسايرة صنعت محليا صنعت في اليمن بالاستعانة بخبرات اجنبية خبرات خارجية وقتها قالوا ان طائراتهم المسايرة قادرة على تنفيذ مهام قتالية والاستطلاعية وعمال المسح والتقييم والانذار المبكر وعرضوا نماذج من هذه الطائرات في منشأة التصنيع العسكري بصناعها وقد اثبتت الايام ان هذه المنظومة قادرة على العمل حيث هاجموا دول الجوار ونفذوا عمليات فيها واستهدفوا مصاف النفط وغيرها من الاهداف توقف العالم عن الفعل ورد الفعل وهم بيتفرجوا على اعلان الحوثي في العاشر من يناير 2018 عن ادخالهم منظومة صواريخ ارض جو الجديدة مطورة محليا ايضا وقالوا ان هذه المنظومة تمكنت من اسقاط طائرة تورنيدو في صعدة شمال اليمن واصابة مقاتلة من طراز اف-15 في صنعاء وقالوا ان قواتهم المسلحة باتت اقوى واقدر على المواجهة والتصدي لسلاح الجو التابع للتحالف العالم الذي يتحدث الان عن اسلاحة الحوثي وقدراته لم يهتم بامتلاك هذه الجماعة لصواريخ باليستية قصيرة وبعيدة المدى واللي بتعدى ابرز سلاح بيستعمله الحوثيون بتتضمن منظومتهم الصاروخية انواع مختلفة منها صواريخ روسية من ترزات سكاد ومنظومة صواريخ توشكا وفروك سيفن روسي ده صاروخ قصير المدى قاهر واحد قاهر اثنين زلزال واحد زلزال اثنين ده صواريخ ايرانية وهو سونج خمسة مصدره كوريا الشمالية الخلاصة الخلاصة ان الحوثيين بيمتلكوا اسلحة يمكن ان تزعج العالم وتزعج التجارة العالمية وتزعج الملاحة والسفن وهو ما تدركه الاقدارة الامريكية جيدا وتدركه كل اوروبا في ظل تعقيدات المشهد الداخلي اليمني وفي ظل مناورة ايران بملف الحوثيين لذا كانت العملية الامريكية البريطانية لضرب او تأديب من يفكر او انذار من يفكر في تعطيل التجارة والمصالح الغربية ولكن علينا ان ندرك ان جوهر الامر وحل المشكلة من الاساس كان برضو هنرجع لنفس النقطة الى حديث الدولة المصرية عن اصل الموضوع وهو وقف الصراع ووقف مسبباته من خلال انهاء الحرب في غزة لان استمرارها معناه فتح عشرات الجبهات للقتال وهو قتال لن يتوقف وسيزعج العالم بهذه النبوءة تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم بالمنطق والى لقاء قادم في الاسبوع القادم على شرشة القاهرة الاخبارية عاصمة الخبر اشتركوا في القناة